السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي انجليزي شفهي للصف الرابع الابتدائي كتبت لهم بعض الأسئلة لامتحان الشفهي للصف الرابع الابتدائي طبعا عدي أول شي الاسغاء يقرأ المعلم قطعة يعني من هذا القطع هذا الني ويستمع الطالب ويجاوب يس أو رنو فكتبت هذه القطعة هذه خلينا أقرأها هذه شوي نقرأ listen to the passage then write tick cross yes or no true false مثلا نقول hello I'm Yosef and I'm nine I'm tall for my age I live with my mom and dad my sister Leena she's eight هذه القطعة يقراها ويستمع الطالب فالأول سؤال يقول يوسف is nine خنشوف يوسف صحيح nine true يعني هاي نقول true oh yes oh yes number two يوسف lives with grand brand شو سموها يوسف يعيش مع الأجدادة لا يوسف يعيش ويا أمه وأبوه وأخته زين آآ لينة آآ يوسف سستار لينة هي آآ لينة آآ هي أخت آآ شاسمها آآ يوسف والله صحيح آآ 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 صحيح true أو آآ 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 هذه الليسنينج عليها ممكن ثلاث درجات هذه ف هذا الصغاء أو والريدينج آآ مثلا يقول للمعلم يقول للطالب آآ يطلع لصفحة بيج آآ مثلا سفن يطلع لصفحة ويقراها بقت اللي عدي سبيكينج الأسئلة كتبت تقريبا عشرين سؤال اللي خاص بالمنهج السؤال الأول يسئلة يقول لها What's your name? What's your name? ما اسمك? يجاوب للطالب يقول لها آآ مثلا عسل What's your name عسل? I am عسل آآ عسل I am عسل زي How old are you? كم العمر? كم عمرك عسل? 10 أي أم 10 أو 90 نا 9 أي آآ I'm 9 وهكذا يعني هذا الاسم وهذا الاسمك وهذا العمر How are you? How are you? كيف حالك? يقول لها I'm fine Thank you هعيني Are you from Iraq? انتهل انتهى من العراق نقول لها الجواب Are أو do أو is الجواب yes or no نقول لها yes yes you are Whose ribar is this? آآ يعني شن لمن هذي المساحة? هوز يعني لمن لمن هذي المساحة? مثلا نقول لها It's my It's my هاي لي Do you like the slide? Do you like the slide? يعني هل انته تحب الزحليقة? Slide زحليقة نقول لها Yes I like Yes I like زي قرروا بعد What day is today? شنو اليوم? ما هذا يعني شنو اليوم? نقول لها مثلا Sunday Sunday Monday شوفوا لازم ايام الاسبوع يحفظها الطالب Where are you from? Where are you from? From قل لها I'm from Where are you from? طبعا هاي هم نفس الشي هم يلا I'm From Iraq Are from Iraq Are you from England? هل انته من انجلترا? No No you are Do you like an apple? Do you like an apple? هل تحب التفاح? قل لها Yes I do What's the capital of Iraq? ما هي عاصمة ما هي عاصمة capital؟ عاصمة ما هي عاصمة العراق What's the capital of Iraq? نقول مثلا عاصمة العراق يقول له باقداد باقداد Do you like the parts? هل انته تحب القطبان؟ قل لها Yes I do أو no I do No you do Are you from Brazil? هل انته من البرازيل؟ No you are Is there ruler in your back? هل الرولار المصطرة في الحقيبة؟ نقول له Yes 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 is there Do you like the tunnel? Do you like the tunnel؟ يعني يقول له تنر النفق هل انته تحب النفق؟ يقول Yes I like أو yes you do No you don't How many pupils is in your class؟ كم عدد الطلاب في الصف؟ أو How many مثلا Book مثلا How many العدد يعني مثلا Where do you live؟ I live in باقداد Is there pencil in your bag؟ هل القلم الرصاص في الحقيبة؟ Yes They are Do you like cola؟ هل تحب الكولة؟ Yes You do أو No you don't Are you from England؟ هاي طبعا نفس الهذا لا هذي تبرازيل يمكن عايدتها اي England هاي عايدتها نقول No you are You know you aren't هاي عيني الامتحان الشفاهي هي هذن الخاصات بي listening نصغاء و reading والأسئلة speaking وبالتوفيق ان شاء الله ها 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 شكرا